ونهاجل عبروا رايهم بالخارط ونعبروا نفسه مواطنين كم حرية الرأين والتعبير اللون خلقي مواطنين ون38ما يقول أن الخاص بأتي بان والتي لا تحذر الحاجة الثانية ما�a كل فايل الاجتماعيين انهم يحضروا في الاعلامة. دوروا انه يستذيف النقاش العام. والنقاش العام تستذيفه باستضافة كل الاطراف. وانتي بيدك لما يكون عندك اميشيون هنا. تطلقى اروحك ناقصة اذا ما جبتش الطرف الاخر. تطلقى اروحك مهنيا. لازمك تجيب الجميع. ولكن بمنطق المغالبة وبمنطق لي الزراع ليه? راو مش مش وقتيني تقرر انتي تجي. اي منجم نستدعاك وما جيش. وهذا ما صارش. انه برشة ناس ماتة يتم صداهم وما يحضروش. وبرشة ناس ماتة بالعاني ما يحضروش. بش يمارس المظلمية هذيك. يقول لك انا طوى نشوف في وسائل اعلام بما في العمومية. رغم صعوبة الوضع الحالي. ورغم كل الكلام اللي قلناه على محاولات تجيين الاعلام. طوى اللي نشوفه فيه. انه حتى وسائل اعلام عمومي قادة تجيب. جيب حتى في المعارضين. ومعارضين صلحاء لرئيس الجمهوري. قادين يحضروا مثلا في الاذاعة التنسية. التنفزة التن للأسف لا. ولهذاك تم تسيطر عليها منذ البداية. وتم تجينها منذ البداية. وتم التحكم فيها بطريقة سيئة جدا وبطريقة مهينة جدا. حتى مهينة للناس اللي قادين يخلصوا في 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 التنفزة هذه من 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 اموال العامة. رغم انه النشارات الاخبارية كمام. اي هذك بفضل نزالات الصحفيين. بفضل تحركات الصحفيين اللي يخدموا في التنفزة التنسية اللي مرضاوش بهذا. ولكن. نعم. البرامج تم تسيطر عليها من قبل مديرة التنفزة. حتى تعدي فيها. ولكن بقية وس سيجيبه في الناس كل. انا اعتبر نفسي متابعة لوسائل الأعلام. متابعة جيد لوسائل الأعلام. نشوف فهم حاضرين في البداية الكل. مريش حتى ترف. ما دم من حركة من النهضة للمعارضة اليسارية والاجتماعية للعبير موسي. كلهم قادين يحضوا. قادين يحضوا في وسائل الأعلام. ورغم التراجع اللي كنت نحكاليه. الا انه وسائل الأعلام مازالت قادرة الى اليوم. وندعوها اليوم انها تكون هي الحاضنة للنقاش العام. هي تكون الحاضنة للنقاشات الاساسية. اللي تم التوازنة. لازم تكون وسائل الأعلام البلاتويت هذه هي اللي فاها مثلا. شنو يصار في الانتفاق مع صندوق النقد الدولي مثلا. وما هي متى مستلزمات هذا الانتفاق وبماذا التزمت تونس. لازم تكون هي الحاضنة للنقاش السياسي. مثلا في علاقة بالانتخابات. وفي علاقة بالقانون الانتخابي. راوه رب النقاش الى فضائلات اخرى. هرب اولا الى فضاء الاجتماعي فيسبوك. واصبحت الهستيريا هي التي تحدد هذا الحوار والنقاش الاجتماعي. وهرب ايضا الى غير المختص هرب الى متى ظواهر اخرى. لا تفقع شيئا. ما نحبش ان نلم لكرونيكور كل ما بعضهم ولكن ثم جزء منهم ما نضوش علاقة. صحيح. ويناقشوا في في القضايا العامة بدون ادنى ديراية. وتم تغييب الصحفيين بالتريقة ممنهجة من قبل عديد وسائل الاعلام. الخاصة انا خلت النقاش العام والبلاتويت بعيدة على الصحفيين ويأتوا فيها نسخين لا علاقة لهم بالمهنة. اه طبعا نعرفو هنين ندخلوا في كالية اه في المشكلة بتاع يبيعه وما يبيعش. بضبع. هذا يجيب اشهر وهذا. لا هذا يسمعوه العبيد. لو حتى المواطن شريك فعل. شريك حتى المواطن لا ننحمل ناس كل المسؤولية. دي اغا انت يجيبوك كاكرونيكور على ما يجيبوش عمر اعليه. خاطر انت تبيع. تبيع شمعني? انت يجيوك العبيد كيراوك موجود. والبرامج الهابتة سمحني البرامج الهابتة. عليش منتشر البرامج الهابتة? خطيت تفرجوا فيها الناس. مش خطرة هي برامج قوية. لا خطرة ناس تفرجوا فيها. متى وسائل الاعلام عندها دور بي لان هي اللي قاعدة تقدم في المنتوج. والمستهلكين والمتفرجين عندهم دور. بيش بيش تعيش اليوم بعض الاعلام. بيش بيش تعيش اليوم احنا يتلم عليهم وحتى نحنا زملين اللوم وعلى بعضنا انتي شبيكت جبت وانا ما نتفرجش في البرامج التلفزي هذا. ولكن في في الامر الواقع مربوطين بالاشهار. مربوطين بالاشهار بطبع. بطبع مربوطين بالاشهار. ومربوطين بنسب الاستماع والمشاهدة. مربوطين بنسب القراءة يعني بنسبة للمواقع والجرائد. هذا كله مرة متفهم معك في انا ضد الفكرة. ضد التحجج بها. انا نعرف اللي مربوطين ونعرف اللي عنا برامج. ولكن ضدها عليش سامعني زينا من نجمش نمش في المنطقة تاك عليش. خلت انا هوا عادي تون جيب انا نزوز من الناس. يتعاركوكم كوانتي لي رياليتي. والسبب بعضهم بالكلمة زيد ونحط الموادي زويت ونخلي شعب يتفرج. وقالها تون جيب معتها مشاهد متاع اغراء. وبرا تفرج ما ويحبوا له. ويجيب نسب المشاهدة. ليه مانما مش هكا. راهوا راهوا الاعلام يا ز المفروض. مين المفروض. ايه متاعنا منجمش مبرر حاجة بانتعالت انه وراه هذاك اللي سايرتو. انت اليوم في شمسة فيه. خلنا اخذ مثال. نبدأ.